وعودة إلى مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة العربية بالبحرين وأهم القضايا المطروحة وجدوى الأعمال الرئيس السيسي ينضم إلينا من المنامة مباشرة مراسلة تلفزيون المصرية محمد عبدالله بعد التحية محمد جدوى الأعمال الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم وأهم ما خرجت به القمة حتى الآن نعم يعني هو جدوى الأعمال مثقل بالغاية بالقضايا العربية هناك مطروحة على جدوى الأعمال القادة والزعماء العرب غدا إن شاء الله بالقمة التي تلتأم هنا في المنامة في الظاهرة هناك تتمن بنود رئيسية يتصدرها عدد من المفات أهمها الملف الفلسطيني الذي يتصدر جدوى الأعمال هذه القمة هناك إجراءات بروتوكولية تتدأ بها القمة وهي أن يكون هناك كلمة من الدولة التي كانت ترأس القمة السابقة وهي المملكة العربية السعودية وتم تسليم القمة إلى الدولة الحالية مملكة البحرين التي تتسلم القمة خلال العام 2024 ومن ثم هناك كلمة أخرى لمعالي الأمين العام لجماعة الدولة العربية السيد أحمد أبو الغيت علمنا أنه سيستعرض فيها المجهودات التي تمت فيما تعلق بالعمل العربية المشترك وما تحقق على الأرض من خطوات للم أشام العربي وكيفية التعامل مع القضايا الملحة وأبرزة القضية الفلسطينية الجماعة العربية تعاملت مع القضية الفلسطينية على مصارين متوازعين الأول هو المساندة الإنسانية وإصال المساعدات إلى الجانب الفلسطيني بتأكيد عبر المنافذ المختلفة لإصال تلك المساعدات والعنصر الآخر خاص بكيفية التحرك الدولي لإدانة الانتهاكات الإسرائيلية ضد المواطنين في قطاع غزة وأيضا للعمل على دعم حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الجماعة العامة للأمم المتحدة وما حصلت عليه دولة فلسطين بالتأكيد هناك أيضا بنود تبقى على حالها لأعوام متتالية على جدوى الأعمال القاضة العرب والخاصة بالتطورات في السودان في اليمن في ليبيا في مناطق أخرى أيضا في أماكن أخرى في منطقة العربية تشهد هذه الدول ربما مناطق سخونة مثل ما يسمونها هنا ومن ثم الأمن القوم العربي والملف الفلسطيني يتصدران جدوى الأعمال هذه القمة بالإضافة إلى الملفات الأخرى التي تطرح دائما على طاولة القادة والزعماء العرب هناك ملفات اجتماعية وسياسية واقتصادية هناك أيضا ما تم تحقيقه من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والذي استطاع أن يحقق عدد من الخطوات الإيجابية تجاه الدعم للتعاون العربي العربي على المستوى الاقتصادي وأيضا على المستوى الاجتماعي هناك اتفاقية تم الاتفاق عليها تجينها في اجتماعات المجلس الاجتماعي والاقتصادي والخاصة بتحديات الأمن المائي العربي وأثره على استراتيجات التنمية داخل الدول العربية 2020-2030 وأيضا استراتيجية خاصة بشباب العربي 2023-2028 بالإضافة إلى الاتفاق على إنشاء بنك عربي يختص بالقضايا والمشاكل الاجتماعية نحن أمام عدة تحرقات تقوم بها جماعة الدول العربية وتستهل بها مملكة البحرين أعمال هذه القمة لكن يبقى بالتأكيد الشقة السياسي وبالأخص الملف الفلسطيني هو الذي يتصدر جدوى الأعمال هذه القمة من بين الثمانة بنود الرئيسية على جدوى الأعمال القادة والزعماء العرب يحتل 70% منهم الشقة السياسي بيحتل 70% منهم نظرا هذا الأمر بيشير إلى كم كبير من التحديات والملفات الصعبة التي تواجه القادة العرب وترقب الشارع العربي في التعامل مع تلك الملفات هناك أيضا خطوة عنها مملكة البحرين وهي حينما تحدثنا هنا مع المؤسؤلين في مملكة البحرين حول مغزى هذه الخطوة والدعوة إليها والدعوة إلى مؤتمر دولي للسلام يحضره الدول التي تؤمن بحل الدولتين والدول المؤثرة في الملف فهل هي خطوة استباقية للقمة هل هي خطوة تفاؤلية أشاره أنها دعوة للسلام ودعوة للتهديئة ودعوة لدفع الجانب الإسرائيلي لإنهاء ممارساته في قطاع غزة ومن ثم الذهاب مباشرة إلى مؤتمر السلام هذه إيجاد حل ومخرج للأزمة الفلسطينية نعم فطيبة أشكرك شكرا جزيلا من موفد التلفزيون المصري محمد عبد الله كنت معنا مباشرة من العصام البحرينية المنامة حيث إنعقاد القمة العربية ترجمة نانسي قنقر